السلام عليكم بدر العنبر دوبار ايت شعيب جماعة تازوت اقليم صفرو اولا قبل كل شيء شكر منصول الجريدات الصوت وجريدات المغرب العربي برايس في شخص مراسلها سيا عزيز صابح حذرنا هناك قطاع الكهرباء لتقسيط منه منذ سنة 2000 ونقرأ لكم المراسلة لصفت السيد العامل ومعالي وزير الداخلية ومدير الدول الملكي القصر العامر يطيب لي السيد العامل المحترم ارتباطا بالموضوع على أن أتجه إلى مقامكم العالي من أجل الاستجابة للطلب الذي أمل أن يحظى بعنايتكم حيث يتعلق الأمر بربط منزلي بشبكة الكهرباء كسائر دوار أي تشعيب جمعة تزوط إقليم سفرو لتجاوز المعاناة التي تعانيها أسرتي في غياب الكهرباء كواسلة ضرورية للحياة اليومية والتي تدخل ضمن توصية الأولى لصاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله وإيداه الذي أولى اهتماما كبيرا لساكنة العالم القروي ووجه أوامره السامية في هذا الاتجاه ونحن كسائر المواطنين بدوار أي تشعيب نأمل خيرا من سيادتكم المحترمة ونتمنى إصدار أوامركم لرفع هذا الحيف الذي طالنا السيد العالم العامل المحترم السيد العامل المحترم في انتظار تدخلكم لرفع هذا الحيف وتمتعنا بحق في الكهرباء كسائر المواطنين الذين استفادوا منه منذ سنة 2000 بينما تم إقصائي من هذا الحق في ولاية من يمثل المجلس أنذاك ويمثله حاليا رغم قلة المسافة الموجودة بين العمود الكهربائي ومنزلي الذي لا يتأدى 700 متر تقريبا وما فضى الغيض هو تجاهلي في الشطر الثاني من برمجة الكهرباء الخاصة بسنة 2009 ميلادية القاضي بتوسيع الشبكة بأحواز الدوار بما يناهز 32 عمود كهربائي من التوتر المتوسط في اتجاه الشركة بها مقلع ومعمل لتقطيع الرخام الذي يعودان إلى رئيس الجماعة تزوط أنذاك والحالي وأزيد من 80 عمود صغير منه متفرقة في المجال الغباوي للكوانين المهجورة لأغراض سياسية وكذلك من برنامج سنة 2016 الخاص بالشطر الثالث والقاضي بتوسيع كوانين عن الغول بنفس الدوار الذي كان من بينهم منزلي وتفاجأنا بإلغائه وتحويل ميزانيته إلى صهريج أحد الضوء المجاورة لأسباب نعتبرها سياسية واستبداله بالطاقة الشمسية في برمجة الكهرباء القاروية الشمولي التي لا ترقى إلى تطلعاتنا كون البطارية لا تشحن في فصل الشتاء بسبب كون المنطقة جبلية باردة وبدأت تتوقف بشكل تدريجي قبل عيد الأضحى المنصرم رغم تواصلنا بالشركة المكلفة بالصيانة كانت الإجابة قولا مرحب به بدون فعل ومن 25 غوشت وهي متوقفة بشكل نهائي والهاتف النقل للشركة المحمول لا أعمل والثابيث لا من مجيب رغم إخبار الجهات المعنية لكن بدون جدوى ونفس الشيء بالنسبة لسنة 2000 ميلادية حيث تمت برمجة الشطر الرابع الخاص بالتوسيع كوانين المجاورة المنزلي استفاد منها أصحاب الشركات المجاورة والكانون المحاد لمنزلي ببضع أمطار فقط ولحد كتابة هذه الأسطر لم يزود منزله المهجور بالربط الكهربائي مع العلم أن منزلي شيد سنة 1987 يقطن في أبي محارب قديم أفنى عمره في صفوف القوات المسلحة الملكية منذ ارتدائه لبيدل الأسكرية وهو في الأقاليم الجنوبية يؤدي واجبه دفاعا عن الوطن لا يعقل أن يتم حرمانه من هذا الحق المشروع إذ نكتفي بالشمع تعبيرا من عن الظلم والظلام الذي طالنا بالرغم من تقديم عدة شكايات في الموضوع ما دفع القيام باعتصام أمام الجامعة في شهر فبراير 2020 تم تدخل الجهات المعنية لرفعه أنا ذاك تلقيت عدة وعود لحد الساعة أعتبرها كذبة وعليه فحرصا منكم على تنزيل توصية صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله المتعلقة بكهرباء العالم القاروي ورعاية منكم لصالح المواطنين المصالح المواطنين والترسيخ سياسة القرب والانخراط الجدي في مسلسل تنمية في جو من التواصل والتعاون والتنسيق التام مع المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفعالية المجتمع المدني والعمل على حسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمات الإدارية لهم بشكل جيد والإنصات إلى تظلماتهم وشكويهم لهذه الأسباب نرجو منكم السيد العامل المحترم التدخل العاجل يوقف العشوائية والمزاجية التي تستطيع مشاريع هذه الجماعة والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلعب بالمصلحة العامة للمواطنين وتسليسها بشكل مفتوح نرجو منكم الإنصاف والتدخل من أجل حل هذه المعضلة التي أصبحت إشكالا تجوز المغرب وارتقى إلى مستويات عالية لا تسمح بالحديث عن منع مواطن من الماء والكهرباء لأنهما ضروريتان للعيش الكريم وفي انتظار جاوبكم تقبلوا من نفائق تقدروا الاحترام ملحوظة وجهت نسخة من هذا الطلب إلى معالم درد والملك القصر العامر ونسخة إلى السيد وزير الداخلية الرباط ونسخة إلى معالي صاحب الجلال على جهة فاسم كناس هدوهما المرسلة